بعد حملات شعبية ساخطة ضد التجاوزات الإماراتية والدور المشبوه في المناطق المحررة ومطالبات بتصحيح المسار المختل بين الشرعية والتحالف مصادر دبلوماسية غربية أكدت لرويترز أن دولة الإمارات العضو الرئيس في التحالف تقلص وجودها العسكري في اليمن ماذا تريد أبو ظبي بهذه الخطوة؟ إعادة تموضع وانحناء لعاصفة الرفض والسخط الشعبي المتصاعد لأعلى أطير الشرعية أم أنها ضمنت تحقيق أطمائها عبر أدواتها وتشكيلاتها العسكرية التي أنشأتها وتدعمها في مختلف المناطق المحررة وأطلقتها لالتهام الأرض من تحت الشرعية آثار الشغب والفوضى التي تقودها أبو ظبي في شبو وسقطرة لا تزال قائمة وقابلة للتصعيد في أقرب فرصة ولغة التحرير والتحشيد ضد الشرعية لا تزال هي السائدة لدى وسائل إعلامها سحبت الإمارات بعضا من قواتها ومعداتها العسكرية وفي مقدمتها منظومة الباتريوت من عدن والساحل الغربي وسرواح لتحل مكانها السعودية ما يحدث بدل البعض إنه جولة تصعيد للتنافس السعودي الإماراتي في اليمن على النفوذ التنافس الذي تحول إلى صراع أجندات وقابل للتطور لمستوى الإزاحة وكسر العظم في حضرموت صورة من صور صراع الإماراتي السعودي فبعد دعوة عيدرس الزبيد عصى الإمارات بالتعبئة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت ردت السعودية بدعم تأسيس ألوية حرس رئاسي لساحل حضرموت الخاضع لسيطرة قوات النخبة المدعومة من أبوظبي في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في موسكو عبر عن أمله في أن يشهد العام الحالي نهاية الحرب في اليمن أمل منقوص بنهاية الحرب فالأهداف التي تدخل لأجلها التحالف لا تزال بعيدة التحقق وخارج دائرة اهتمام التحالف في السنتين الأخيرتين من زاوية أخرى يرى البعض أن انسحاب الإمارات حسار وتخل عن الأطماع لحماية عمقها بالتزومن مع تصعيد عمليات استداف السفن النفطية والتوتر الحاصل في ممرات الملاحة البحرية في الخليج تطور ربما يدفع الإمارات إلى التخلي عن أرباحها غير المشروعة في المنطقة ويشغلها بحماية رأس مالها من الحرائق